اهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم انجيب شانجيمرز وقلت معكم احمود بيبو حلقة جديدة وجلادياترز سيرفايف ان رو لعبة السيرفايفور اللي بتعيش في جو روما القديمة. عارف ان في ناس كتير مش معجبة باللعبة بس والله اللعبة بعيدا عن رسومتها اللي هي شكلها كارتوني شوية. اللعبة حلوة كلعبة بقاء. عن المهمات اللي انت بتعملها. جمع الموارد والطريقة اللي بتجمع بها موارد طريقة القتال بتاعتها. والنهاردة هنشوف جزء مهم جدا في اللعبة. واحنا بنبدأ الفيديو بتاعنا طبعا بنفكركم بهدفنا ان احنا نوصل لي خمسة الاف مشترك الفترة الجاية فاي حد بتفرج علينا مش دايس عزرام متابعة يدوس عليه. وكمان يفعل زرار الجرز. وحتة تانية بخصوص منجم الدهب الحلقة اللي فاتت. فيه معدن الدهب الخام. دي يمكن حتة لموقت لهكوش فيه الفيديو اللي فات بتقدر تيجي هنا عند المنجم لان هم قالوا ليش حاجة هم قال ليش اندي فيه منجم الراجل بيعايش معي خلاص فالأمال بتوع وشغالين هنا صرفنا فلوس كتير. هنرجع الى البيت وهنفككه زيه زي اي موارد بنقدر نفككها. يمكن التلاتة دول ما بيدوناش كتير ولكن بيدونها ستين عملة دهبية يعني مش كتير قوي. مشكلتي معهم بس ان هم بيكلفوا كتير. كتير في آآ الطاقة. يعني كل اللي عشان في الاخر اخد ستين دهب. لا مفروض ان الموضوع كان يبقى ابسط من كده شوية. المهم دي يمكن حتة تخص مانجم الدهب ولكن ما عرضناهش فيه الجزء بتاع مانجم الدهب. النهاردة هنشوف او الصراع. طبعا احنا الارض بعد كولوسيا جناها قبل كده وشوفنا الارض نفسها وشوفنا التجار اللي موجودينه ولكن هنعدي عليهم آآ متعدية سريعة كده فيه هنا الاصلاح فيه هنا التاجر ده التاجر ده مهم جدا لانه بيبيع ازايز الازايز دي مهمة جدا قرار الفاريغة دي مهمة جدا لانك بتعمل بيها آآ الحاجات التانية مش العلاجات وهنتكلم يمكن عن القصة دي كاملة والازايز دي بتشتريها بالعملة بتاعت الكولوسيا ونهو بنا من العملة تحت ما بقيتش عملة ذهبية بقيت عملة فضية كده بتاعت كولوسيا مخصوصة بكولوسيا استبدال تصريح المقاطر يمكن انا معايا منه اتنين لعبت آآ مرتين كده في خد آآ آآ اتنين من تصريح المقاطر وده نقدر نبيعه هنا وآآ قطع آآ بالقطع دي على طول آآ دهبية وزي ما نشايفين العدد آآ بيكتر على حسب الموجات اللي جوه هي عبارة عن موجات برضو او آآ زي كل ارعاب ويمكن ناس كتير هتشبهها آآ بي آآ تجارب اداي الوادي في لما لعبناها ويمكن برضو لما لعبنا دوسكو في دراجون ولعبنا الطاور آآ طاور برضو الناس شبهوها بنفس الفكرة فهي برضو نفس المبدأ في كل ارعاب يكون في مكان بتبتدي تطلع لك موجات واربا عدوا انت بتاخد جواز وغالبا بتبقى فيها مسابقة طب عرضو هنا عندنا نفس القصة طبعا دي هنا منها التجار آآ كورنيلية بتبيع حاجات ولكن برضو بالعملة الفضية آآ بتتكالف كمان مجموعة من آآ قطع الاسلحة وآآ الشزائر تمام عشان برضو الناس كابت بتسأل الشزائر من استخدمها فين الشزائر من استخدمها هنا في هنا مبنى ببني لسه مش عارفينه آآ في هنا في النص هنا بيطلب منك انك تعدي عشر موجات عشان تفتح النحاد ايه العشر موجات العشر موجات دول يعتبروا المستوى الاول من آآ الكولوسير يعني انت هم قسم لك كل عشر مراحل ببص المرحلة العشرة هيبقى فيها بص وهنشوف آآ هنا طبعا المجر العادي يمكن من الحاجات برضو اللي مستقربتها شوية انه كانوا بيدوك هنا اعلان تقدر تجرب ارواح الجبابير اللي هم عاملينها دي بتاعهم لمدة خمستاشر دقيقة وقفوها وانا برضو انا مش راهم هم وقفوها ليه لان هي مش حاجة وحشة ان انا اجرب لمدة ربع ساعة كانت ساعات بتبقى مفيدة هنا يمكن التمثال ده عنده هنا المسابقة بتاعت الكوليسيوم ولكن طبعا زي ما انت شايفين فص في الموجة واحدة على خلف الكوليسيوم احنا لسه ما دخلناش فلسه وزي ما انت شايفين سبع يوم ستاشر ساعة طبعا بيشوفوا احسن نتيجة موجودة في خلال هذه الفترة الفترة بتاعت التمنت ايام دول اللي موجودين او السبع سبع تيام والستاشر ساعة اللي موجودين دول وهياخدوا منك اه احسن نتيجة هتقدر توصلها هي دي اللي هتكون موجودة في المسابقة وهنشوف جواز المسابقة في الاخر يلا بينا نخش الكوليسيوم من جوه طبعا احنا دخلنا قبل كده وكلمنا الراجل ده واتصارينا قبل كده مرة او مرتين ولكن في الاول خالص النهاردة احنا هنوصل لحد اه يعني ما نقدر هنحاول نعدي على قد ما نقدر النهاردة في الكوليسيوم بتاخد تصريح عن مقاطر رقم واحد دي في اول موجودة وبتاخدوا العملة الفضية بنبدأ الموجودة رقم واحد بيبتدي معنا هنا الابطال بتوعنا بتوع الكوليسيوم بيبتدوا ويطلعوا وانا طبعا بحاربهم روما القديمة بالزبط هي طبعا الكوليسيوم وفي ناس طبعا بتشبه الكوليسيوم ده بملاعب الكورة دلوقتي وان هم آآ الصراعات اللي بتدور ولكن احنا خلينا مع اللعبة انشاء نتكلم في السياسة خلينا آآ نخش على الموجودة التانية الموجودة الاولية بنجار ما بخلصها باخد خمسة من العملة الفضية وباخد التصريح بتاع المقاطر بعد كده بيديني مكافئات بتبقى عملة دهبية وعملة فضية مشكلتني هنا ان الاعداء هم بيقوليش عددهم كام يعني هو زي ما انتم شايفين الاعداء هو كتب لي اربعة بس هم بيقوش اربعة فعليا وممكن يبقوا تمانية مسلا يعني هنا ادي واحد ادي التاني ادي التالت ادي الرابع بيطلعوا تاني ادي الخامس وادي السادس وادي السابع هنا يمكن تسعة كمان مش تمانية فهو يعني ما بيعرض لكش كل اللي موجود دي هم من نفس الانواع دي يعني هم بيعرض لك انواعهم تمام ولكن ما بيعرض ليش عددهم وهي دي النقطة ان انا ببقى محتاج ان انا اشوف عددهم كام بابقى عارف عشان ابتدي اعد واشوف اه ده انا عندي هنا ده عندي هنا خصوصا ان هم العدد ما بيبقاش ضخم يعني هم مش بيطلعك مسلا يعني تجارب اداي الوادي اللي هيكت في كان بيطلع لك ناس كتير اوي فانت ما بتبقاش عايز تعد انت عايز تخلص منهم خلاص بيطلع لك خمسين تلاتين سبعين يعني ايا كان هنا لا هم هنا عددا وهنا ناخد بالنا ان هنا في البطل الكبير ده وهو ده مش بص بس ده يعني واحد صحته احسن شوية هنا المفروضة هم هو رسم لي خمسة فبس هما فعالية ما بيبقوش خمسة يعني لما بابدأ الموجة هما بيبقوش خمسة تمام طبعا هنا احنا معنا تصريح مقاتل ويهي تصريح مقاتل مرتبة الاولى يمكن هنا دي التصريح ومعي حاجات غريبة يعني انا معرفش رمح المارسة ده بعمل ايه الرياج يعني ما بعرفش بعمل بيه برضو زيادة معايا فانا ما بستخدمهوش خلينا هنا نبدأ القتال في الموجة التالتة ونبدأ انا طبعا بروض حال ببان على طول عشان ناخد بالنا لان هو ليه كزا ضربة ضربة عادية وضربة آآ سوبر كده فالضربة السوبر دي لو جات فيها بتدوخني شوي. انا ما عدتش الناس ولكن هما خلصوا بسرعة فحستني ان هما يمكن آآ خمسة غير الراجل الكبير ده. فليه مش عارف. هل الراجل ده فكوب كزا واحد. اه اعتقد ان هيا من حاجات يعني هنا حاطيت لي نمر ودب. هل هما هيكون واحد واحد? لا. انا اعتقد ان النمر بيكون اكتر من واحد. يعني بيبقى اتنين او تلاتة من النمر. تمام? الدب هو اللي خطير. لان الدب زي ما تشافين كده آآ ليه استفيد منه او يعرفهم كم يعني كم آآ آآ نمر. يعني عشان بقى مستفيد ان انا بقى عارف القصة ايه? او القصة ماشي ازاي? او كده انا افضل لي كم? كده انا افضل لي مسلا نمر كمان. زي ما انتو شايفين الاسلحة والحاجة اللي معايا يمكن الخزن اللي معايا آآ اتأثرت وبقت ظهرة في الصورة هنا. فطبعا الطبيعي انك ممكن تطلع برة تصلح او انك بتفرج على الاعلان لمرة واحدة. نعم متا هتفرج على الاعلان المرضي. تمام? هنقطع كده ونتفرج على الاعلان عشان اصلح كل الحاجات اللي معايا. كل الحاجات اللي معايا تصلح. زي ما انتو شايفين كده السلاح يمكن حتى الدايرة والحواليه كملة التاني. عشان بس نكمل قدام شوية لان احنا هنضطر ان احنا نصلح الاسلحة بتاعنا. هنا ابتدى بقى ايه? الرجل ده معا خوزة ومعا درع نحاسي كده. يعني شكله آآ اقوى شوية من التانيين. تمام? اهو هو ده. فناخد بقى ان ده ليه ضربة زي ده زي البوس بتاعهم او زي القوة بتاعهم. ويمكن هنا زي ما انتو شايفين حرقتي بقت بطيرة. لما هو ضربني ضربة بتاعته. ضربة بتاعته كانت دائرية فاعني آآ اثرت علي شوية. كده احنا انت هنا من المجر خمسة. هنبتدي ناخد. نكمل اللي احنا قلنا هنكمل لحد لما ايه? يعني نحس ان احنا ايه? جبنا اخيرنا. فهنكمل. على الاقل على الاقل يعني هنعدي اول عشر مواجهات. زي ما انتو شايفين هنا بقى. طبعا مشكلة النمور. ان هي زيها زي الزئاب الكبيرة. آآ ان هي لما بتهجم عليك بتبتدي تتعور. فتبتدي تنزف بالدم. فتلاقي الصحة بتاعتك عملة تقل زي ما انتو شايفين كده. عملة تقل سبعة 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 سبعة. دي بتقل نتيجة الجرح اللي عملته دي. النمور. هنا برضو النمور تاني. ويمكن هنا الناس ابتدت تكتر شوية زي ما انتو شايفين. العدد كتر شوية. ولكن انت هنا من المجاسب. تمام? طبعا علاجاتنا موجودة. يمكن معي آآ تلات انواع العلاجات. حتى الكبيرة دي هنسا مصلنا عهمش. بس كانت طلقت لي في حدث من الاحداث كده. قال لي افتح اشتري صندوق. اشتريت الصندوق. كان بالعملة اللي هم بتاعة الحدث. وطلع لي في الصندوق عشرين واحدة. يمكن استخدمت آآ منهم. بتاعة لي مرة او مرتين. والباقي يمكن بنصنعه. احنا طبعا رقينا بتانينا نرقي الورش وابتانينا نرقي الحاجات. فابتانينا بدل ما بنصنع الازازة الصغيرة خالص. بتانينا نصنع الازازة المتوسطة. ويمكن استخدمنا فيها آآ منقوع الفضة. تمام? انا بحاول هنا اخلص على السهلين الاول عشان آآ نقتل الراجل اللي بيتقتل بضربتين ده. حلو جميل كل ده. طبعا معنا كلمات دهب كويسة. يعني كوليوسيام بالصراحة بيدينا زي ما انت شايفين في الاول كان آآ خمسة وعشرين خمسة وعشرين بتادينا يبقى خمسة وثلاثين. طيب. وهنا هنفضل مكملين لحد امتى? يعني هنقعد نلعب. كوليوسيام ده كام وصلنا للموجة مائة وعشرين? زي ما انتو شايفين يعني فيها. انا مش عارف ايه دول. مش عارف هو ده هيكل عزمي قوي على الارض. وهيكل عزم ماسك. دماغه في ايه دول. يمكن ده دفق ايه هيكل عزمي برضو بس يعني ايه? لا الناس دي متطوئين او كأس الكوليوسية متصحيم قطر الربا السالسة العشرة. هو ده اخر روبا موجودة عندنا. يعني هم تلاتاشر مجموعة. او تلاتاشر مجموعة. كل مجموعة بتاخد قد ايه? بتهيالي كل مجموعة عشرة. تمام? احنا بنجرى ما بنخش بناخد الرطبة واحد بعدين لما بنوصل الى الموجة احداشر بناخد التانية وناخد بالنا هنا برضو ده بص من اللي موجودين او آآ البطل يعني قوي شوية في الكوليوسية. برضو ضربته اقوى. هنا يمكن الناس بتقول او اللي بيدرموا الحجارة. بتاعت الموجة تمانية. الحمد لله مكملين كده. حد دلوقتي الدنيا تمام. ما صرفناش. يعني كده هو بس المشكلة في التصليح. ان حاجة ببوض. عارفش بقى هل محتاج ان انا رفعهم جامد. محتاج ان انا رفع الحاجات دي مستوى اعلى. آآ خلينا نوصل الى الموجة تسعة. بتبدأ ايه الموجة تسعة. الناس كمان قاعدين فوق ما بيشجعوش. تعارفنا لو يعني عارفين لو الناس بتشجع. الناس اللي برا دي بتشجع. هنا يمكن البطل بتاعهم بقى بتاع اسهم. خلينا نخلص منه بسرعة. ودي هنا بقى نبتدي العلامة بتاعتنا ولكن يعني ابتدناها في وقت آآ مش قوي قوي ساهم انتم شايفين كده العلامات زيادة دي بتديك صحة آه. الموجة عشرة بقى الاعداء هنا. بطل من الابطال وهيدين هنا المكافأة بتاعه وتصريح مقاتل مرتبة اتنين وكأس الكوليسية. يبقى كده ديف من الموجة عشرة. الموجة عشرة ناخد بالنا ان هنا الراجل هيبقى داخل على الواحد ولكن زي ما انتم شايفين هو ما نحيطش هبعد. ماشي. آآ هو الراجل قوي شوية. او مش قوي شوية هو قوي شوية. ولكن طبعا هناخد بالنا من العلاجات. ونبتدي نعالج ونبتدي نحاول نضربه. نبعد شوية. ماشي. بعيدنا المرة دي عن الضربة. ولكن ضربته بتأثر علي. مهم ان احنا اول واحده فراجل الغلبان. ولكن الحاجة تأثرت اللي معايا جامد. آآ بتاني هحتاج ان انا اطلع برة اصلح الحاجة. لان انا كده ما فيش خلاص انا اتفرجت على الاعلان. فقدام ان انا اصلحهم بيئمة بجمات وانا شايف ان الجمات بخصارة ان احنا نصرفها في حاجة زي كده. آآ خلاص كده احنا خلصنا واخدنا التصنيف واخدنا كل حاجة. آآ وكده اكملنا المهمة ولكن بيقول لي بعد كده نحن الابطال تلاتة من تلاتاشر. ايه مهمة ان احنا نكمل بعد كده موجة احتاشر موجة اتناشر موجة تلاتاشر لحد لما نوصل الى موجة عشرين. دي ممكن كده الموجات اللي بعد كده. هنحاول برضو نلعبهم. آآ مع موجة عشرين اهو هنبتدي بقى تصريح مقاتل مرتبة التالتة. وبعد كده نكمل. طيب. بما ان انا كده كده آآ زي ما انتم شايفين معايا تصريح مقاتل مرتبة اتنين ومرتبة واحد خلونا بس نطلع نصلح برة الحاجات اللي بايزة دي عشان حتى الشكل اهو انا عندي الجيبة اللي هو بلبسها اهو ولكن خلونا اه نطلع الاول نشوف النحات. سين روس ولا نحات محلي يمكن لي ان اصنع لك توفى فان هي مقابل آآ تمن زايد ازا اتعلطت فسا اصنع لك الموارد. طيب ايه الرجل ده بيعملين نحات هو قال لي عدي عشر موجاته. بيعمل لي تمسال. بقطع حجر وطمي وعملة الكوليسيام خمسمية من عملة الكوليسيام المعيش. وزي ما انتم شايفين كده الحاجات بتاعته اللي برة ولو الدنيا بازت خالص هيديك حبة موارد. يعني لو الدنيا بازت معه والتمسال ما كميتش هيديك حبة موارد. فانت او حاصل. هنعمل بحث عن الموارد عشان بس تبقى معانا كمهمة. وطلب تمسال اهو. من اول آآ عملة كوليسيام وحجر اسمانتي وقطعة حجر. والطمي. آآ ولكن نحن والابطال خلينا نشوف. هنا يمكن المهمة بتاعتنا هتبقى رقم تارتة. طيب. خلونا نروح نصلح. هنصلح فينا اهو الورشة بتاعت التصليح. هنصلح كده الطنورة الجلدية اللي عندنا. اه انا معيش قطاع اجزاء قوية بتاعت التصليح. خلصت. خلصت من معي طبعا هنا انا افكك لو انا معي حاجة تتفكك ولكن انا معيش حاجة تتفكك اصلا. اه فاعتقد ان انا كده هتطر ان انا هرجع. طبعا احنا لسه الهاده الوقت نسه وخلصناش هممكن نكمل. تمام? آآ هلاقل كمان للجواز اللي موجودة. تمام? آآ هنا يمكن الجايزة اللي جات لنا. صندوق ادوات. ماشي. نحتوي الصندوق على بو سلطان. ماشي. يمكن انا معي بو سلطان دي كتير. انا معيش آآ المطرقة. انا عايز مطرقة. انا معي ازميل ومعي بو سلطان ولكن معيش المطرقة. ومش عارف ايه الشكل الرابع ده انا معرفوش ما عددش عليه. طيب. مهم ان احنا هنرجع دلوقتي نرجع نعمل اجزاء قوية. تمام? وهنا نقدر طبعا نبيع استبدال تصريح المقاطر خلينا نبيع واحد آآ من اللي هم مستوى واحد خلينا معنا واحد مستوى واحد واحد مستوى اتنين هم اللي همش لازمة ولكن خليهم معنا دلوقتي نبقى نبيعهم بعدين. هنرجع البيت نعمل آآ او القرية نعمل لحبة اجزاء قوية ونصلح الحاجات اللي معنا ونرجع تاني. آآ عشان نقدر نخش نكمل. زي ما تشافين كده عملنا قطعة حجر عملنا لقينا حبة احجار. هنرجع تاني ونحاول نكمل بعد المجهة عشرة. احنا المجهة العشرة دي وقفت كويس. يعني لعبنا المجهة عشرة لحدنا معقولة. تمام? طبعا هنا السيف انا كنت الاول بلعب بيه. ما كنتش بلعب بالسيف. كنت بلعب بيه. آآ هو هنا ناس ليه بقت اخوة? يعني هم قطعة الاسهم بقوا بيموتوا يمكن بضربة اخوة. مش بضربة واحدة ده بضربتين. ايه ده ده كامل ده مش بضربتين ده التلاتة. آآ لا هو ايه ده المجهة دي صعبة. واصلا ده لسه معهم بطل. آآ لا المجهة دي صعبة. المجهة تلاتة صعبة. لنا جرعة كبيرة لتعزيز الصحة عشان كده نفوق. مش عارف ايه رأيكم نكمله. لأ خلونا يعني مش عارف بقى خمسة واربعين وعشرة عشرة من عملة كوليوسية بخلنا نكمل مجهة كمان كده نشوف في الدنيا فيها ايه? هو ايه ما بتلاوش من هنا ايه? تلعوا خدعوني وتلعوا من ناحية تانية. آآ يمكن من انا كنت من الاول زي ما بقول لكم انا كنتش بستخدم السلاح بتاعي ما كنتش بستخدم آآ كنت بستخدم العصايا. العصايا مش عارف بقى اسمها ايه? اللي هي عصايا كبيرة اللي هي بتتمسك بايدين لتنين. آآ هنا يمكن اخدنا برضو آآ حاجة من السيزون الموجود اخدنا هو اتنين من الجمات. العصايا ما كانتش مكنتش بتمسك درع معاك. هنا الدرع والسيف انا اكتشفت نهما احسن منها ليه? لان ساعات بيحصل صد. والصد ده مهم جدا. زي ما انتش شايفين المهم اصلا. احصل على تصريح من قطل من المستوى اللي بعد كده. فالمستوى اللي بعد كده يعني احنا هنوصل لحد الموجة رقم عشرين. وانا الصراحة مش عارف. انا شايف ان الناس بقت اقوى وما اعتقدش ان احنا نقدر نوصل الى المستوى عشرين. خلونا نرعب الموجة تلاتاشر كده ونشوف رقمي المفضل. هتقولولي ليه رقمي المفضل ده مرخم نحسل صراحة انا محبه. مرتبط بحاجات كتير اللي حصلت لي في حياتي رقم تلاتاشر. حتى انا الاسم يعني بسميه اكس تريبل اي ده اللي هو تلاتاشر. ولكن انا شاكلي مش هكمل بعد آآ الموجة دي. ان في حاجات بتهيالك قصرت. خبانا هنا انا شغلت القدرة. ودي هنا يعني الصحة بتاعتي بترجع بالراحة. وخلاص. انا اعتقد ان انا مموت. لا ده كمان في حاجات قصرت. في حاجات من الموالد زي ما انتم شايفين كده الشكل الشكل الصورة اللي هي عليها جيم دي. في حاجات بتنوره تطفي. اللي هي الحزاج ده اه. اه لو تاخدوا بالكم صفر. المتانة بتاعته يعني ده كسر. فاحنا كفاكدة. انا في الحد تلاتاشر. كنت ريسا بقول لكم رقمي المفضل. طالع رقم مش لازيز خالص. احنا وقفنا حد هنا ليه? لانا مش قدر اكمل. آآ هنا ايمكن حتى مش هنقدر نعمل مع المجموعة من الاجزاء القوية فهنقدر نتصلح ما عند لاش حاجة تتفكك. بالمرة بعيدة ان انا كنت رجعت في عمالة حبة من آآ من الاجزاء القوية. ده خبنا هنا مسلا الحزاء كان مكسور خالص فاحنا صلحناه. هنا برضو اللي بتحط على الايد. اتصلحت. الطنورة الجلدية هي تصلحت. انا دي دي يمكن هي مشكلتي. انك محتاج انك تروح بطاق من تلاتة. عشان يا دوبك تعرف آآ تلعب لك حبة تحصل على حبة آآ تصريح يعني. احنا كفايا كده بقى لاش نصلح البقى زي الفل والدنيا تمام. آآ الخيميائي. ده خلينا نبقى نتكلم عنه بعدين. اللي ورا ده احنا يمكنك استخدام لتجميع الجرعات. ده زي اللي في البيت. ممكن نعمل الجرعات هناك. فاحنا نقدر نعمل هنا جرعات برضو لو احنا عايزين. آآ بتقالي كده يمكن نفسه احنا وصلنا حد موجة تلاتاشر. فهمنا المبدأ عامل ازاي? وهنا يمكن التمثال هنحاول نعمل التمثال. آآ خلونا نروح عند التمثال نفسه بقى ونشوف احنا كده تصنيتنا بقى كاما انا بيت رقم تلاتاشر شفته? يعني حتى على الخاص بقول لكم تلاتاشر رقم انا بقيت رقم تلاتاشر. مستوى خمسة وعشرين. تلاتاشر الف واحد واربعين دي النقاط اللي انا جبتها. آآ بمستوى اوه والله كويس. هنا هناخد زي ما انت شايفين متلو تلاتين دهب مية خمسة ومعين عملة فضية ومية آآ او مية نقطة خبرة. ده لان انا المستوى ما بين عشر وما بين عشرين. طبعا المراكز الاولى والتانية والتالتة يمكن هما اللي بياخدوا الكقوس. آآ اعتقد ان هي اللي ما اشعر في صراحة الكقوس دي استخدمها ايه? يمكن الناس مش غير. اللي بيستغرب ان الناس سيبقى اساميهم زي ما هما. الاسامي دي بتتسمى كده. بيسموه اسامي يوناني. فانت تخشوا غيروها. تخشوا على وهتلاقوا في تغيير الاسم تغيروه. لان في ناس كتير انا زي ما انا شايف كده سايبين الاسامي دي. الاسامي دي بتاعة اللعبة اللي اللعبة بتسميها لك في الاول. فانت ممكن تخش تغيرها وتنقي اسمك انت اللي انت بتلعب به. لان الناس دي انا شايفها يعني مش عارف صراحة. مش عارف ليه وقفين لحد هنا. مهم ده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة كان عن من لعبة آآ لعبة البقاء اللي بتتكلم عن الجو في روما. طبعا الشركة على فكرة دي عاملة لعبة تانية لعب البقاء بتتكلم عن جو الساموراي. في ناس كتير قالت ان هي حلوة. وفي ناس بيقالولي ان هي احلى من دي. فاحنا ممكن بس. ولكن نفس يعني نفس الاداء بنفس الحاجات اللي فيها. هنشوف ممكن نبقى نرعبها قدام او يعني نبقى نبص عليها كده برضو. بصة. وهنا بنقفل الفيديو بتاعنا بنفكركم بهدفنا ان شاء الله انحنا هنوصل لخمس سالف ومشترك الفترة الجاية بمساعدتكم في اي حد بيتفرج علينا. مش دايس عز رامو طبع يدوس عليه وكمان يفعل زرار الجرس. واستنونا ان شاء الله في الفيديوهات الجاية من قناتكم.